ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر وتطرق سعدة وزير الإعلام إلى مشروع استوديو الأخبار الجديد الذي يعد الأكبر على مستوى القنوات الرسمية في المنطقة ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في النصف الثاني من العام الجاري ويعتبر استوديو الأخبار الجديد من أحدث المشاريع التي تقوم وزارة الإعلام على تنفيذها وسيتضمن جملة من أحدث التقنيات على مستوى العالم من ضمنها التصاميم ثلاثية الأبعاد وتقنية الواقع المعزز كما سيشهد الاستوديو الجديد تغيرا جذريا في النشرات والبرامج الإخبارية حيث سيكون مجهزا بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لاستيعاب التطورات المتسارعة في الإنتاج التلفزيوني وتقطية كبريات الفعاليات المحلية والإقليبية والدولية مما سيشكل نقلة نوعية متميزة في الإنتاج الإخباري في مبلكة البحرين شكلا ومضمونة اشتركوا في القناة